قولي الخطوة اللي جاية ايه؟ يعني هل انت مثلا متخيل ان انت هتحترف الغنى؟ ولا انت عايز تشتغل ودي تبقى يعني الهواية؟ لا دي يعني انا يعني شايفة هواية اكتر عشان بس حاجة بحيس المجال الفني بيبقى مربوط بالشخصية لازم ابيع الشخصية يعني دلوقتي بقى كل حاجة تيك توك انستجرام لازم اطلع واتكلم لازم يبقى فيه شخصية ودي حاجة انا يعني انا بعشق الاغاني بحيب بعمل اغاني وهو ده عاملها طول حياتي بس اللي انا يعني اطلع وعمل انت تحتك بالجمهور يعني اه دي حاجة بستتقلها شوية بيبقى صعبة عليه شوية عشان يعني انا بطبسط اللي انا اكون قاعدة في القوضة بسجل بكتب ده ده اللي انا غوي بس فيه ناس مش بتعمل ده قوي يعني اه يعني واحد زي ويكز ده ما بيطلعش غير فيه مقابلة كل فين وفين زي اللي انت بتعملها دلوقت دي ما بيطلعش يعمل لايف على تيك توك ما بيطلعش يعني بتبقى حرية شخصية قصدي مش لازم تحتك بالجمهور عشان اه هو ويكز وصل لمرحلة دلوقتي اللي هو عنده الحرية اللي هو يعمل حاجة زي كده اه انت قلتك ان انت بيتطلب منك حاجات عشان تنتشر انت مش هتقدر عليها هي لو هتطلع تعمل لايفات واتعرف الناس بنفسك وانت لو بروفايل يعني انت عايز تلعبها ببساطة لو هركز على الاغاني لو حاجة لو الاغاني هركز عليها ويعني اركز على الاغاني بس دي حاجة ايوة دي باللسبالي كده سعلى فكرة هو التركيز على الاغاني بس ممكن يخليك في يوم الايام اغنية في يوم تضرب فتلاقي نفسك نجمة من غير ما تحس بالضبط ان شاء الله يعني انا حاسن ولا سيب فين بقى انا حاسن انت عايز اوي بس انت مش متأكد اذا كنت هتعرف تعمل الخطوة دي او تحققها او لا دي حقيقة فمش عايز تعشم نفسك بس دي حقيقة بالضبط كده اه انا حاسن فيه ساعات الواحد بيبقى عمده حلم وحاسن الحلم ده بعيد اوي فانما يجي يقولك مثلا انت عايز يقولك لا 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 انا مش عايز والله بس يعني لكن واحد سايب حياته كلها قاعد يكتب كلام ويلحن ويعني مش ممكن يكون مش عايز يحترف يعني ممكن شايف الاحتراف بعيد اه بس اه انا مش مش شايف حاجة بعيدة اوي يعني انا لو حطيت حاجة في دماغي وبركز عليها يعني حس لان عندي الكدرة اللي انا يعني ان شاء الله اوصل لأي حتة بس يعني انا دلوقتي مركز في الشغل اللي انا فيه دلوقتي اه في شركة والدي اكتر من اللي انا اركز في الرعب عشر الرعب ده كيف تشتغل ايه؟ اه انا دلوقتي بشتغل مدير الديفلوبمنت في التحسين يعني في الشركة كوفرتينا كوفرتينا شكولاتة بتاعت زمان دي؟ اه شكولاتة بجد ايه 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 انت بشوف كوفرتينا؟ اه شركة والدي اه دلوقتي مستعد Tiggih اتعرف ان هي هي تاريخ ability اه ايه انا يقع بحاول يوصل كوفرتينا للشباب عشان هي تاريخ عيز تطور كوفرتينا بس اني عايز اقولك ان كوفرتينا بس كلفهم بتسموا ازاي بس بس بقصيت بقولت كوفرتينا لقيت الكروكل ورا الكامرا عامل كده مواقص كوفرتينا دي تاريخنا كلينا الله اول شوكولاتة وعين عليها والاعلانات بتاعتها فاكرين اعلانات كوفرتينا بقصوا بالحكوب قلت لها صاحب شركة كوفيرتسينا فتب رافو الله يعني انت بالرغم من ان انت عايز ليك الهواية دي انت عايز تكمل تاريخ والدك في حاجة اصلا دي حاجة متقصالة لو ما انفعش تبقى مش موجودة في يوم الايام بالضبط كده ولو طبعا حاجة يعني لو اغنية ضربت ولا لو في نصيب في المجال ده برضو هيبقى بس الغاية دلوقتي هواية يعني لغاية دلوقتي